فانا كاني عم شوف انو الشخص اللي انتو معو كانو عندو سفر قصير لانو طاقة السفر طلعلكم وكانو هالشخص اللي انتو معو عم يعمل شغلات من وراكم فطالع عندي طاقة الساحر وكمان ممكن يكون في عندكم اولاد لانو طاقة طالع عندي في اولاد هون في ناس متزوجين في اولاد طاقة الساحر يعني اللي بيلعب مبين عندي انو بي طرف تالت موجود معكم كانو الشخص اللي انتو معو عندو علاقة مع واحدة تانية او العكس عنده علاقة على حسب الشخص اللي بيشوف الفيديو هو بتحاكي حدا من وراك او هو بيحاكي عم شوف في مشاكل عند ناس في اوراق بيناتكم وكأن هالزواج ما مر عليه وقت طويل بس في علاقة يعني بشوف في علاقة تولاتية موجودة بالموضوع كذلك عندي ورقة طالعة يعني طالعة الانتقال من بيت لبيت ما في انتقال ما الورقة طالعة عندي مقلوبة يعني في مشاكل كأنو زوجك عم يعمل شغلة من وراكي حرام هالشخص هذا انتي رح تسمعي اخبار جميلة او جيدة عن هذا الشخص لاني بشوفك هون انت عم تدعي بس دعيله بالتيسير بس الشخص اللي انت معه كأنه غاوي مشاكل كأنو في شخص بيناتكم هالانسانة ممكن تكون واحدة حلوة وبيضة وكمان في عنده فلوس كأنها بدها تأخذ مكانك وكأنها هي سبب هالمشاكل بس عندي هون في اخبار حلوة رح توصلك لانك انت عم تدعي عندي انت عم تدعي الله مشان هالشخص ومشان يحل هال هالمشاكل اللي بها العلاقة التولاتية بس ما مبينة بس عندي انه مش راجل متزوج باتنين كأنه في طرف ثالث موجود عم شوفك عم تدعي الله مشان هالعلاقة ومشان يكون في عدل انت عم تطالبي بالعدالة مشان تحافظي على بيتك ويرجع لك زوجك متل ما كان بالأول أريد ان تشوفي انا قلت خليني شوف شو راح يطلع معي طلعي شو طلع عندي طلع عندي في واحدة طلعي شوفك عم تعمل فتن وعم تطلع على عتبة بابكم وكمان هالرجال كأنه عم يعمل مشاكل عم يطلع عليها طلعي شوفك عم يطلع في ناس طالع عندك كأنه أزواجهم برا وعم يعرفوا وراهم مرة تانية كمان في ناس عندهم انتقال من بيت لبيت ولكن حب تشرك انه في عندك في استجابة الدعوة في دعاء هم شوفوا في استجابة الدعوة كل شي راح يصير منيح بس حب بشركم انه عندكم استجابة دعوة وفي عندكم انتصار راح يكون عندكم انتصار كمان في عندكم أخبار حلوة راح تسمعوها واللي في عنده أوراق يعني معكوسة فيها عكوس أو شيء الامور راح تمشي مزبوط كذلك في موجود عندي مشاكل حكومية راح يصير فيها راح تتيسر الامور والشي اللي واضح عندي انه في عندكم دعوة راح تستجاب كذلك عم شوف ناس وصلوا للمحاكم برغم من انه الامور يعني هاي الشخص اللي كان بناتهم ما عاد موجود بس كأنه نوصلوا للمحاكم والامور راح تكون منيحة لانه فيه طالع عندي ورقة الاخبار الجميلة طالع عندي ورقة الاخبار الجميلة طالع عندي فيه زواج كمان الناس اللي كانوا متزوجين ونفصلوا في عندي ورقة انه راح ترجعوا لبعدكم ورقة الاخبار الجميلة وكمان عندي ورقة الحض طالع على الكون هذا كان بالنسبة للناس لها القراءة اللي طلعت لي هالسيناريو اللي طلع الأول الحين اشوفكم على خير الحين راح اعمل القراءة العاطفية للبقية للسيناريو الثاني المرتبطين او المنفصلين الارامل العازبين القراءة العاطفية اكيد لبرج العقرب لشهر اغسطس قراءتك عجيبة لبرج العقرب فاحنا لبرج العقرب حنشوب اخبارك ايه اخبار الحبيب ايه وانتو اللي اتنين حاسين بايه واحوالكم ايه خلص فانت طلع لك كارت العقرب راح اقرأ كروت النسيحة لانه عنده علاقة بالقراءة بيقول لك انت محتاج تسبها على ربنا لانك بتفكر كثير وكمان في عندك كارت تاني بيقول لك ايه تقدم لانه انت مش باسس حواليك انت مش قادر تشوف بروحك الداخلية ومش قادر بهالسبب هذا تفهم الرسائل اللي بتوصلك فكمان طلع عندي كارت بيقول لك انت المعجزة لان ربنا خلقك في شكل جميل وحتلاقي المعجزة فقط عندما تتركها على ربنا يعني انت هتلاقي الشي اللي بدك اياه بس عندما ستتوكل بشكل مطلق على ربنا كذلك في عندك كارت بيقول اي حاجة مجي على هواك يعني اي حاجة مجاتش على هواك ومعطتكش السعادة يعني مش مديك السعادة ابتعد عنها لانها مش هتخدمك دلوقتي فانا شايفك يا برج العقرب انك عاوز تعمل رجوع مع الشخص لانه واضح انه سابك ورحل او سافر شو مشكلة طاقة السفر عندك يا برج العقرب يا برج العقرب طاقة السفر للمتزوجين طلعت لورقتين من اول القراءة ما علينا سوف نكمل لانه واضح انه ممكن يكون سابك او رحل على شغل او سافر بصراحة الشخص ده بيفكر فيك اوي وفي خطط في باله مشانك وبيحبك كمان بس هو عايز وقت عشان كل حاجة تكون متوازنة فواضح عندي الشخص ده انه يحبكها شوية كذلك طالع عندي انه كأنه شخص رحل رحاني جدا وعايز يدور على حقه كأنه بيدور على التوازن على العدل وحقيقة هو شايفك يعني بيشوف انه قلبك مكسور صراحة لانه بشوفه انه شخص رحاني جدا كمان بشوفه انه حدا بعد عنك وحاليا انتو ما بتشوفوش بعض يعني بشوف فيه مسافة فيه تباعد بيناتكم لانه طلع له كارتين في هالموضوع الشخص ده يا برج العقرب كمان قلبه مكسور وكشايفك كمان مكسور وزعلان وحزين وانت زعلان كذلك واضح انتو اللي اتنين قلبكم مكسور ممكن تكونوا مكسورين من بعض او من اماكن مختلفة بس الشخص ده يا برج العقرب بيحبك حب حقيقي وهو حاليا بيصلي وبيعمل ميديتيشن عشان يطلع من كسرات القلب رغم انه بطيء لانه بياخد وقت بيحب بياخد وقته بالشغلات بالتفكير اما اذا كان هذا حب جديد فانت يعني حب جديد لسه من فترة فانا شايفة انه انت حاسس انه الشخص ده مش مهتم بيك وبيخدعك لانه طالع عندي ورقة درب في الدهر لانك انت شايفه انه هو اللي بيدربك فتهرك برد النظر انك شايفه انسان مسكين وضعيف ومش مفهوم ومش واضح كمان ممكن تكون شايفه انسان بيشير جواه كتير وما بيتكلمش وبيخبي انا بظن ممكن يكون محتاج مساعدة لكن هو ما بيبينش وبيعمل حاله جامد وقوي وكدا بس هو باين انه بيحبك ولكن هو لابس المسكي ده عشان ما يبين لك شي مشاعره كذلك انا شايفك يا برج العقرب انت مهتم بحياتك ومركز بانجازاتك وحياتك وعم تعيد اوراقك بس كمان بشوفك في عندك حنين لهذا الشخص وعايز تنقذ هذا الشخص كمان كذلك كأنك محبط او يائس وبتفكر كتير كأنك بتقول انه الانسان ده بخبي عني حاجة بيعمل حاجة من ورايا لانه فعلا الشخص ده بيستخبي وبيحاول ما يشوفكش كأنه عمل لك بلوك يعني ممكن يكون عمل لك بلوك او قافل عليك السوشيال ميديا اهه او ممكن يكون هو مش عمل لك بلوك بس ما بيعرض شي حاجة في حساباته يعني هو موجود بس ما بيعرض شي في السوشيال ميديا تبعه ولكن عندي فعلا هو متباعد وانت ما كتشوفوش لانه هو مشي للامام فممكن يكون سابك او نقل لمكان تاني لانه بشوفه فعلا مستخبي هو شكله زعلان وكمان قلبه مكسور وهو كذلك عارف انك انت الحب الحقيقي ولكن هو زعلان لانه هو كمان قلبه مكسور صراحة انا عم شوفو الشهر ده حيعمل حيعيد حساباته وحيعمل استشفاء وحيكون ده الشي اللي مركز عليه وحيقضي وقته في الصلاة والتبكير والميداتيشن ولكن انت يا برج العقرب محتاج ما تفكرش في الماضي كثير لانه في طالعة عندي ورقة بتقولك انت نفسك المعجزة فاذا انت عم تفكر كيف ممكن تتحل المشكلة هذه واذا ممكن تتحل او لا فجيتك رسالة يا برج العقرب بتقولك ربنا بيعمل المعجزات وانت نفسك معجزة يعني بظن ان الورقة ده ما طلعت لك شي صدفة كمان طلعت لك ورقة بتقولك كل حاجة انت محتاجها واي شي انت محتاجه فقط لازم تسيبها على ربنا لا تقاب وما تحاولش تفكر في النتيجة بتاع الموقف ده هتكون ايه تيب الموقف ده على ربنا هو حيد بضرها يعني انت متعدش تفكر الموضوع غينتي بايش واللي رح يصير لا الموضوع غينتيه بالطريقة اللي ربنا حيشوفها مناسبة فارتاح والامور هتمشي كما تريد لما انت مش هتفكر في الامور دي هتنتيه بايه هنا بيقولك انت لنزم تتق في روحك الداخلية عشان الرسائل اللي تأتيك التي تأتيك من ربنا او الملائكة تقدر تعرفها بالرغم من اني شايفك هنا في طاقة الكونسليشن يعني انت عاوز ترجع للشخص ده ولكن انت شايفو انو مشي للامام ومتباعد او نقل لمكان تاني يعني ممكن يكون راح لمكان تاني فممكن تكون شايفو عيندي لحد ما بس كمان انت شايفو انسان ضعير وحاسس انك انت قلبك مكسور لبرج العقرب على فكرة انت فاهم الشخص ده بشكل مضبوط فانت فاهمو مليح ولكن هو حاسس بيك ومش فاهمك لان الانسان ده حياته مثل خبطه كتير واضح انو واخد وقت بيحاول يعيد تنظيم حياته يعني هو حاليا بيفكر في كل حاجه يزبط كل حاجه في حياته وينظمه لانو هو داخل في مرحلة التوحد مش بسببك انت وهذا مش بيعني انو مو بيحبك الشخص ده بيحبك بس هو عاوز يعيد حساباته ويصلي ويعمل ميديتيشن ويعمل شفاء لنفسه هو شايفك انك زعلان منه وشايف انو مش الوقت المناسب عشان تعمله توافق الشخص ده بيظهر انو كل شي تمام كل شي مزيان زعمه فكأنو انتو اصلا لما التأيتو كان البكو مكسوب انتو اللي اتنين يعني ممكن فالشخص ده دايما وعلى طول بيبين انو كل شي مليح كل شي انجيد يعني انت بتسمع انو كلام مليح كويس بيضحك ولكن حقيقة هو قلبه مكسور بالرغم من انو يبين العكس فخلال هذا الشهر الشخص ده جيال وحاجة منيحة انو حيبتني يفكر مضبوط وحيعمل شفاء من هذا القلب المكسور كمان هو حيكون عايز فرصة معك طالع لي ورقة انو حيحلم بيك خليني شوف شو حكاية الورقة الشخص ده حتجي فرصة انو يتخلص من البعاد اللي بينكم وبصراحة طلع لي ورقة انو حيحلم بيك صح فالشخص ده صامت طالع عندي صامت فممكن تكونوا عم تتكلموا روحيا او فيها واحد منكم بيعمل تجادب بالطاقة لانو الشخص ده حتجي رسالة في الحلم انو يتكلم معاك وحيبقى في بينكم تواصل فهو يمكن محتاج مساعدتك او انت محتاج مساعدته فانا شايفاك يا برج العقرب انك هتكون متوازن وحتمد ايدك للمعونة للشخص ده هتعمل توازن هتعمل كده لانك شايف انو الشخص ده متل اخبط وحياته متل اخبطة اما اذا كان الشخص ده زوج وزوجة وفي بينكم مشاكل حول ماديات مثلا حضانة اطفال نفقة فانا بشوفك انت اللي هتزبط الامور يا برج العقرب او حتى اذا كنت مرتبطين في دائقة مالية هو حزين وانت هتساعده طالع عندي انت طيب يا برج العقرب كثير انت هتساعده في حاجة عشان الازمة اللي هو عمل مر فيها انت هتعمل هذا الشيء برغم من انك حاسس بشوية احباط نفسي من هذا الشخص واخد على خطرك منه انه مثلا موضحش الامور من البداية او ممكن سابك ومشي اختفى وطالع عندي انك هتعديها وحتكون كريم اما اذا كانت بينكم مشاكل مادية فانتو هتتفقوا والاتفاق سيأتي منه اكتر يا برج العقرب اما عاطفيا ففي حاجة ستصير ستخليه ينتبه ويفوء ويعيد التفكير صح وحقيقة الشخص دا بيحبك اوي وحيبقى بينكم توافق هتشوف لك هتذكر كمان اخبار الجميلة طالع لك خلي الحب يزيد وينمو في كل مكان باين ان الشخص دا شايفك الحب الشخص دا شايفك الحب بس انا بشوفك كأنك انت شايفه انه خدعك كأنه عمل شي زعجك زعلك بس الورق بيقولك اذا كنت مستني الحب الكبير الحقيقي فدي فرستك فترك الحب يتجلى لان الوقت اجا عزان تستمتع بالحب بتقولك اسمع لروحك الداخلية واسمع لقلبك واتبع الخطوات اللي هتجي لك وانت هتكون سعيد فانت محتاج تطلع من التفكير من التفكير بالخداع وتسامح نفسك واللي حواليك لاني دا الحب الحقيقي اللي انت مستنيه باين عندي انكم هتتفقوا لكن بالاكتر اللي اتفاق سيأتي منك يا برج العقرب الان رح اقولكم الابراج اللي ظاهره عندي باين عندي برج الجوزاء برج الميزان هدو الواضحين عندي كثير عندي في طاقة كبيرة طاقات مائية يعني انتو ازرع بس في طاقة مائية كبيرة طاقة ترابية ترع ازرع جدي يعني ممكن يكون في طاقات تانية بس هدول الطاقات المبينين عندي هذا اللي شيفاه فربنا معاكم يا برج العقرب قولوا لي ايه اللي حصل انتو ليه قلبك؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر